مرحبا طلاب اليوم سنحشي عن الكيناين اللي هو في الدنتال اناتومي طبعا الكيناين هو من اقوى الاسنان الموجودة في الاورال كابيتي وايضا وجوده في موقع مهم اللي هو اللي هو زاوية الفم وبذلك راح ينطي ايضا مثل الجمالية للوجه تلاحظون انه اللي يكون الكيناين عنده مقلوع فانه يصير اكوى تغيرات في الديميشن ما للوجه فأصد انترودكشن عندنا ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لهذا السن اللي هو الكيناين اول شيء مثل ما قلت لكم انه هو موجود بالكورنرز في زاوية الفم اللونجست انه هو يكون الكرام مع الروت من اطول الاسنان الموجودة بالاورال كابيتي ايضا نظرا لوجود فهو هيكون اكثر الاسنان ثبوتا في الاورال كابيتي ومن اقواها خلينا شوف يش انه هذا الكيناين هو من اقوى الاسنان الموجودة في الاورال كابيتي عندنا هنا سؤال ليش سن الكيناين اللي هو الكاسبد ايضا اسمه الثاني واللي هو الناب ليش يكون من اكثر الاسنان ثبوتا في الاورال كابيتي ومن اقواها نجي الى النص اللي هو منطيك اياها عبارة عن نقاط they have large labial lingual dimension اذا اول نقطة تجعل من الكيناين من الاسنان الاكثر ثبوتية في الاورال كابيتي انه هو الى large labial يعني من اتجاه اللي بيال من اتجاه اللي بس باتجاه ال lingual فعدنا الكيناين الى large dimension يعني من المقطع العرضي فهو الى large dimension الى قياسات كبيرة من اللي بيال باتجاه ال lingual يعني عرضة large نسبة الى باقي الاسنان بالنقطة الثانية they have a long roots اذا اصنان الكيناين الانياب الها long roots اذا هذا شيء ثاني يكسبها ثباتية انه هو الroot ماته كلش طوي زائد ايضا which are well and cord in the avular bone اذا هذا long roots ديكون راسخ او مغروس جيدا في ال avular bone تعرفون شنو ال avular bone اللي هو التجويف اللي يدخل بي الroot مال التوث اذا صار عندي نقطة اولا انه هو الى large dimension labial lingually من اتجاه ال labial واتجاه ال lingual المقطع العرضي الى large dimension زائد انه هذا التوث الى long root الى جذر كلش طويل which are well and cord in the avular bone واللي ايضا يكون هذا الroot مغروس جيدا او راسخ بشكل جيد في ال avular bone اللي هو التجويف العظمي اللي يدخل بي الroot مال هذا التوث شكل هذا الكراون الفوسات الموجودة بي القروفات الموجودة بي دا ينطي شكل للكراون انه يكون self cleanings ان هو ينظف نفسه بنفسه هذا السن هو اكثر الاسلام اللي شون نقول اقواها واكثرها ثبوتية في الفم ومثل انقلع وتخرب وتتسوث بسهولة نسبة الى خاصية التنظيف الذاتي اللي يسوي هذا الكينان بسبب شكل الكراون والاناتوميكال لاند ماركس اللي موجودة بهذا الكراون وبذلك راح يسمح بخاصية اللي هو التنظيف الذاتي يعني حتى اذا في حال انت تشنت باد أورال هايجين وما تفرج دائما فالكينان هو راح ينظف نفسه بنفسه نسبة لوجود الشيء بالكراون والاناتوميكال اللي تساعد على هذا الشيء يقول لك انه لذلك راح يبقى في لوقت طويل موجود في الأورال كابيتي هذا السن يتحمل كل شيء نسبة الى خاصية الاسلام اذا صار عندك ثلاث نقاط انه هو عريض بالمقطع العرضي لابيولينجول ايضا الى لونغ روت وهذا اللونغ روت مغروض جيدا في الأبيولار بون زائد انه هذا السن نسبة الى الانتوميكال لاند مارك الموجودة بالكراون ماتة والشكل ما اللي كراون دينطي خاصية السيلفي كليننجز وبذلك راح يصبح يستي فور لونغر تايم اذا ملاحظين ان سن الكيناين ديكون الى شكل مميز وفريد انه الى كاسب صاير بشكل مثلث اللي يتنطي هاي الميزة انه يكون كيناين فيقول لك يعني نجي على الرسم خلي نقول انه هذا فلي يقول لك انه هذا بالضبط هذا اللي داء اشرآني هذا الجزء الصير بالميدل يصير بتطوير او مبني جيدا انسايزلي نحو الحافة القاطعة حتى يكون لي سترونك ويل فورمد كاسب حتى يكون لي كاسب تعرفوشين الكاسب اخذناه الانتوميكا اللاند ماركس اللي هو الارتفاع او التلة الصير بالسن فهذا التكون اللي صاير بالميدل لوب ديشكل لي كاسب قوية ويل فورمد ومتشكله بشكل جيد وقوية اذا هاي الكاسب اللي شوفوها بالنص صارت نسبة او نتيجة لتطور الميدل لوب من هذا التوث حتتكون لي ويل سترونك ويل فورمد كاسب الكاسب ما للكينا هاي عشان تكونت نتيجة لتطور الميديل ليبيل لوب ما لهذا السن حتتكون لي هاي النقاط اللي هي سترونك ويل فورمد كاسب هسا عدنا اول الاسنان اللي هو اول الاسنان الانياب اللي هو نيجي الى اول شغلة بهذا السن اللي هي بشكل عام موجودة في كل الكيناينات انه انه سنجل بوينتد كاسب عندي سنجل بوينتد كاسب هذا السن بكاسب سنجل مفردة ومصدقة انه ظاهرة بشكل واضح عندي هاي الكاسب مثل ما تشوفون بهذا الفقر واشرناها هسه وعرفنا شون اجتي هاي الكاسب يقول لك انه اللي هو جزء الديستل اذا شوفون هذا الكيناين فان حاططك هنا انه هذا الديستل لوب الجزء الديستل اذا تلاحظون انه هذا الجزء الديستل من هاي الكاسب اطول من الميزيل لاحظوا الميزيل جيد قصير وشوف الديستل شون صايل بعدها الديستل صايل بشكل سلوب باتجاه الميزيل اذا تشوفون انه ظلع المثلث ذا سوين مثلث فالظلع هذا الديستل صايل اطول من الظلع الميزيل اذا جزء يكون أطول من الجزء الميزيل أو أطول من اللوب الميزيل ثالث نقطة يقول أنه عندي تحدّب من جهة الليبيل إذن هذا السن يكون محدّب ليبيلي تمام وعندي فالتضخم صاير باليتلي يعني شون نقول من نصعد من نحشة على المكزولاتيث فما نقول لينجور نقول باليتل فهذا التضخم اللي هو البلكي صاير من جهة الباليتل اللي هو نفسه اللينجور لكن من نحشة على المكزولاتيث هنا صاير مثلها بالشكل هذا هذا التضخم يسمونه السنجلوم اللي هي مال الكينين إذن صار عندي تحدّب ليبيلي وبالكي باليتلي البالكي اللي هو التضخم يسمونه السنجلوم وهذا الكونفكس فهو هذا التحدّب اللي يصير ليبيلي من اتجاه الشفة هاي المعلومة اللي هي موجودة في كل أو أخذناها بالجنرال بنسبة لكل الكينينات أنه عندي يوود مفرد وطوي عندي الليبيل أسبكت مال الكينين نيجي إلى أكثر الأشياء يتميز الليبيل أسبكت بهذا التوث أول شيء عندنا الكراون دي يقول بالكراون الكراون عندي به الميزيل أوتلاين ودستل أوتلاين الميزيل باتجاه المدلاين مال التيف اللي صاير بنص الأورال كافيتي والدستل اللي هو باتجاه باقي الأسنان اللي صاير دستل فنيجي للميزيل أوتلاين أكثر صفة مميزة الموجودة بالميزيل أوتلاين بالإكرام يقول لي يجولي إنه عندي كونفيكس نيجي إلى هذا الفقر اللي هو صاير بشكل واضح دي يشوفون أنه عندي هي الميزيل أوتلاين أو الميزيل أسبكت فهاي الميزيل يقول إنه عندي من منطقة السيرفايكل لاين المنطقة العنقية ما للسن إلى منطقة الكونتاكت اللي اشر cherchتها لكم في المحاضرات السابقة إنه يصير منطقة التاتش بين سن والنيبوريين ثوث إنه السن والسن المجاور إلي فهاي المنطقة اللي صايرها سيرفايكل لاين أو السيرفايكل أريا إلى الميزيل يكون بها تحدب إذا من يجهت من لحظت أنه صار عدة تحدب من منطقة إلى منطقة في جهة هاي أول نقطة النقطة الثانية يقول لي بالدستل عدد يكون بين العكس الشي عندي بالدستل هذه الخطة العنقية على السن وهي الكنتاكت إلي شرحناها هميا يصير عندي تقعر هالمرأة إذن الميزيال عكس الدستل كان عندي تحدب بهاي المنطقة اللي صارئلة بين السيرفايكل وبين الكنتاكت أما دستلي يصير عندي تقعر بين السيرفايكل وبين الكنتاكت النقطة الأخيرة اللي هي إذن عندي بالإنسائزل منطقة الإنسائزل المنطقة القاطعة بالكيناين عندي قمة مستدقة ومميزة يسموها الكاسف وتعرفون شين الكاسف اللي شرحناها في المحاضرة لأنه تومي كان لاند ماركس قمة مستدقة ما الذي يميز هاي الكاسف عن باقي الكاسبات من الأسنان أول شيء مثل ما قبل وشيء شرحت لكم إنه هاي الكاسف داشتشوفون شون السلوبات مالتها صار عند السلوب ميزيلي و سلوب ديستلي لكن أكفت شيء يميز هاي السلوبات إنه عندي إذن لاحظت إنه السلوب اللي صاير بالميزيال بجهة الميزيال داي يصير أقصر من الموجود بالدستل ليش قلنا لأنه الدستل لوب من هاي الكاسب اللي هو الجزء الدستل من هاي الكاسب صاير أطول من الجزء الميزيال من هاي الكاسب لهذا يكون عند الميزيال سلوب is shorter than الدستل سلوب إذا خلنا فرض إنه هذا الدستل أو الدستل سلوب وهذا الميزيال سلوب ليش؟ لأنه أصلا آني عندي هاي الكاسب اللوب الدستلي صاير أطول longer اللوب الميزيالي بوث سلوب شو a tendency toward concavity إذن هاي السلوبات ده تظهر ميول أو اتجاه لأنه تكون مقاحرة إذن هاي إيضا شغلة تميز السلوبات ما للكاسب ما للكاسب إذن صار عندك تلث أشياء أول شي عندك الميزيال والدستل واحد عكس الثاني في منطقة في المنطقة الصايرة بين السيرفايكل وبين الكنتاكت إنه ميزيالي عندي تحده عما دستل عنده تقع ثالث شيء اللي هي اللي قلنا أنه عدنا وهاي الكاسب وهاي الكاسب هاز ميزيال وهاي السلوبات الميزيال صاير شورتر دان الدستل ليش؟ لأنه قلنا الدستل لوب من هاي الكاسب صاير أطول من الميزة اللوب من هاي الكاسب بوت سلوب شو أتنس ستوار تكون كابيتي هاي السلوبات الميزية والدستل اللي هم ميول أو اتجاه لأنه يكونون مقعر لأنه يكونون بالنسبة للليبيل أصبكت فأنا حتشيت عن جزء الكراون هنا بالكناين سيصبح تقسيم وتحديد للا الاناتوميكال لاندمارس وكل أصبكت أكثر من باقي الأسنان بشكل أدق فأجيت آني للليبيل أصبكت حتشيت عن الكراون ما للليبيل أصبكت وشن أشياء التي تميزها من جهة الميزة الاوتلاين الدستل الاوتلاين الانسايز الاوتلاين هس أجل السيرفايكل لاين السيرفايكل لاين اللي يميز في الكيناين توث فإنه عندي كومذكس توارد الروت إذن عندي في هذا السن تحدد باتجاه الروت إذا شفون أنه شوية مبين في هذه الصورة إنه هذا السيرفايكل لاين صير محدد باتجاه الروت إنه عندي الروت فلا تلاحظون التحدد اللي صير بالسيرفايكل لاين توارد الروت ننتقل إلى الكونتاكت 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 إلى مثل ما شرعناها قبل إنه هي منطقة الكونتاكت أو منطقة التاتش والاتصال أو التماس بين السن التوث and the neighboring tooth إذن من عندي هذا السن وهذا السن اللي بصفة المجابر إليه فمن يصير عباناتهم كونتاكت أو التماس في نقطة من النقاط فيسموها كونتاكت أريا أو يسموها الكريست أو كاربيتر اللي هي قمة إنحناء السن بعد حيث يوصل مرحلة من إنحناء إنه طبعا من جهة الميزيل أو الدستل فمن يصير يوصل قمة إنحناء من جهة الميزيل فراح يصير تتش ويا السن اللي يصير ميزيلي السن المجابر أما من يصير عندي كريست أو كاربيتر أو قمة إنحناء دستلي فراح يصير كونتاكت أو تتش with a دستل نايبرين توف ميزيل طبعا نجي على جهة الميزيل مثل ما قلنا نصار عدنا كريست أوف كاربيتر من جهة الميزيل خلنا نشوف هوا نصير كريست إذن صار قريب من الاتصال بين الميدل وميزيل ثرد إحنا مثل ما قلنا قبل إنه السن يتقسم إلى ثرد فهذا السيرفايكل هذا الميدل هذا الانسائز فالكريست أوف كاربيتر مال الكيناين صار قريب من الجنكشن بين الميدل وميزيل ثرد يعني هنا تقريبا بالضبط بهاي المنطقة لدى عرضه فإذن عرفنا الكريست أوف كاربيتر من جهة الميزيل بالكيناين توث إنه صار نيرلي آذ جنكشن أوف the middle and incisal thirds أوف the crown نيجي بشكل أدق نعرف مكانها بالضبط إذن هاي الكريست أوف كاربيتر أو الكون تاكت أريا من جهة الميزيل صار أقرب إلى القمة أو tip ما للكسب than the distal contact area إذن من جهة الميزيل الكون تاكت أريا صار أقرب للقمة ما للكسب من الدستل أريا إذن الدستل أريا لأبعد من الميزيل إذن الميزيل إذن في حالها كانت هاي التب ما للكسب من بشكل تقريبي دعا أصف لك الرسم فالميزيل contact area صار هنا أقرب للتب من الدستل خير نقول أن دستل صار هنا بالضبط يجلي يوضح لك بها المعلومة إن إذا كانت هاي الديستل contact area فهي الميزة contact area اللي يكون أقرب للتب ما الكسب من الدستل إذن هس عرفنا الكون contact area ميزي وين صار وبالضبط مكانها يكون أقرب من الدستل contact area بالنسبة للتب ما الكسب نيجي إلى الدستل contact area in the middle third usually it is in the middle of the middle third third إذن صار مثل ما لدينا كون هذا cervical هذا middle وهذا incisal فهي صار بالضبط في وسط middle third it is more cervical located than the mesial contact area إن هي نحن دائما نوصف المنطقة نسبة إلى اتجاه فدشوف إنه إذا كانت هاي الميزي فدشوف المكان الميزي contact area موضح لكم هذا الرسم بشكل أكثر واضحة فإذا كانت هاي الميزي متجه incisal خلال نقول إنه تتجه incisal فهاي الدستل متجه cervical ليش لأنها أقرب إلى cervical موضح إذا لما تكون contact area أقرب إلى incisal area أو incisal third فنقول إنه incisal موقعها يعني متجه باتجاه incisal third أما إذا كانت contact area أقرب إلى cervical فنقول إنه هاي متجه cervical إذن هاي الدستل شو نقول عليها cervical أما الميزي فنقول عليها incisal الآن عندنا the labial service يقول لك labial service هاي شو نقول معلومات عامة الطالع عليها إنه labial service ديكون smooth except for a shallow depression mesially هاي مهمة طبعا يجيب لكم لها بال MCQ except for a shallow depression mesially and distally dividing to three loops إذن هو يقول labial surface مع الكيناين صاير smooth أملا باستثناء عندي shallow depression اللي هو شون نقول مثل التجويف الضيغ اللي يقسم لي labial service مال الكيناين إلى mesially and distally إلى ثلاث loops إلى ثلاث دوبات with the middle one أما middle loop ديكون much more developed أكثر تطورا حتى يكون اللي labial إذن عرفت أنه labial service مال هذا الكيناين ديصير smooth باستثناء عندي shallow depression medial distally اللي يقسم لي السن إلى ثلاث لوبات مع أنه عندي الميدل loop ديكون much developed or much more developed حتى كون لي رج مال الكيناين آخر شي عدنا بال labial aspect إنه the root is long and conical الروت مال الكيناين صار طويل وأيضا conical اللي هو مخروطي with the apex curved distally إذن الابكس مال الروت of the canine صار ب curve distally مثل ما تشوفون بهذا الفقر إنه هاي جهة distally وهذا curve صار باتجاه distally إذن الكير distally وأيضا عرفنا أنه شكل هذا الروت صار مخروطي وأيضا long هاي بالنسبة لل labial aspect هسا عدنا lingual aspect اللي هي lingual أو إذا كان maxillary فنقول palatal أول شي بيها عدنا the tooth is narrower lingually than labial إذن الكيناين من إتباعه عليه labial فهو أعرض منه من جهة palatal أو lingual إذن هذا التوث صار بيه تضيق أو ضيق palatally or lingually than labialy ويكون ويكون tapered lingually أو palatally يعني يكون ضيق أو من نقول tapered معناها هذا السند يصير بيه تضيق تدريجيا كلما اتجهنا من جهة labial باتجاه lingual ويكون مثل الحزام بالنسبة للسن فهي السنقلم الموجودة بالكيناين الماكزلاري كيناين تكون أكبر من السنقلم الموجودة بالماكزلاري central and lateral insuos إذن عرفنا شغلتين هسا إنه هذا السن يكون palatally or lingually أضيق من labial أو من الجهة labial أما السنقلم الموجودة في هذا السن lingually or palatally تكون larger من السنقلم الموجودة بالماكزلاري central and lateral incisors there is a well developed lingual ridge confluent with a casp tip which divides the lingual fossa into two fossa من تجي تبعو على السن lingually or palatally راح تشوف إنه عندك رج اللي هي شرنا نقول small elevation يعني ارتفاع بسيط أو حما داي يقسم lingual aspect مع الكي 9 إلى قسم ويكون على شون نقول ملتصق مع الكاسب يعني يبدأ من السيرفايكل أو قريب على السيرفايكل ويتجه نحو التب مع الكاسب ويلتصق بيه هذا اللي هو يسمونه developed lingual ridge راح يقسم lingual فوس ما ل الكي 9 إلى فوس 2 مثل ما تشوف هنا إنه هذا الرج قاسم لي الفوس ما ل الكي 9 إلى فوس 2 طبعا رسمه بشكل دقيق أكثر لكن بشكل عام إنه عندي هنا هذا developed ridge اللي تكون ملتصقة مع الكاسب وتتخسم لي الفوس ما ل كي 9 أنتو فوس آخر شي عدي بال lingual aspect إنه أكفض ملاحظة تقول عندي انخفاضات صائرة على أكثر الطول ما للروت ممتد على most of the root length اللي هي واضحة تقريبا بهذا الرسم مثل ما تشوفون بشكل بسيط بين هاي depression اللي صائرة على أكثر طول الميزيال aspect ما الكانين أول شي يقول بالميزيال aspect إنه عندي labial and lingual outlines of the crown are more convex than that in the max central and lateral incisors داي صير عندي إنحناء اللي هو بشكل تحدبي على جهة labial وال lingual outlines لما تجي تباوى على السن الميزيال aspect هذا هذا التحدب اللي هو ال convex داي كون مور than that in the max central and lateral incisors إذن هذا التحدب أو الانحناء اللي صاير من جهة lingual وال labial outlines ما للكانين داي كون أكبر من التحدب الموجود من max central and lateral incisors وهذا التحدب بقمة انحناء أو قمة تحدب اللي هيسموه crest of curvature labial lingual وان صاير located at the cervical thirds إذن بال cervical thirds اللي هو الثرد الأعلى من السن داي صير عندي قمة التحدب هذا مال السن labial lingual إشغال قياسة هذا هذا curvature of cervical line is 2.5 ملي حفظو هذا إنه قمة تحدب هذا أو قمة هذا convexity اللي هيسموها crest of curvature labial lingual وان صاير بالضبط صاير بال cervical third إشغال قياس 2.5 ملي ملي عرفنا أنه الكرب مال أو الكرب مال هذا cervical line صاير باتجاه الكاس إذن هذا الكرب صاير باتجاه الكاس يعني دا ينزل لي جوا إذا كان السن مغلري فيتجه inferiorly أما إذا كان الكينين هذا باللور أو بالماندبل فيتجه superiorly align by setting the cast is label to align by setting the root إذن عرفنا أنه كل سن عندنا خط وهمي يقسم السن إلى قسمين فبالكينين هذا line أو هذا الخط اللي راح يقسم لي الكاس 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 مال السن يكون اتجاه نوعا ما لابيلي باتجاه اللابي aspect أكثر من الروت الروت يجي يتجي طبعا دائما بد نترى من يطيك فإن وصف معين فهو يطيك يطيك بالملين يعني إذا كان أكثر إنحناء بهذا اللاين لي بيلي لو بنص ملين فراح يقول إن اتجاه لي بيلي وإذا كان إنحناء لين فراح يقول لك إنحناء لين فأني بالرسم هنا ممكن ما يكون الرسم كل واضح الكاسب تشوفون اتجاه لابيال أكثر من اللاين الذي يقسم الروت أو يقسم الأبكس ما الروت الذي يكون تجاه نوعا ما lingually إذن يقول لك لابيال لابيال بيسكتن الروت مثل ما قلنا قبل شوية إنه عندي نيزيال و ديستل على الروت اللي شفتوه قبل شوية أشارناه بهذا الرسم هذا ني فهو من جينا حشينا على جهة الميزيال قال إن ترى أكو نيزيال صير من جهة الميزيال فبس يعيد المعلومة من جهة الميزيال الآن لدينا ديستل أسبيكت نشوف الدفرنس بين ديستل و ميزيال أسبيكت الميزيال قبل شوية من قبل شوية من شوية عرفنا إنه أشجال قياسة 2.5 فهنانا بالدستل أسبيكت هذا الكيرفشر أو هذا الإنحناء يكون أقل من جهة الميزيال بحيث هذا الإنحناء يكون حجمه أو الميزيال يشبه الإنحناء اللي يصير بالمجزيال central and lateral incisor هناك مو قلنا إنه هذا الكيرفشر أكبر بالكينين من central and lateral incisor لكن ناجه من جهة الميزيال لما ناجه للدستل أسبيكت لأنه هذا الكيرفشر أو the cervical line is less distally than mesially الميزيال distally يشبه إنحناء من mesially إذن من جهة الميزيال سيكون الكيرفشر الميزيال أكبر من جهة الدستل يعني حينما هذا الدستلي سيكون أقل من mesially كما هو موجود في الماكزل central and lateral incisor النقطة الثانية والأخيرة بال دستل aspect إنه التنظيم من التنظيم من التنظيم من التنظيم التنظيم من mesially هذا التنظيم التنظيم الذي حشينا عليه قبل شوية إنه هذا الانخفاض اللي صايد بالروت فدستلي ده يبين أو يبرز أو يكون واضح أكثر من جهة الميزيال إذا لما تجي تباوع عن الروت من جهة الدستل aspect راح تلاحظ إنه هذا الانخفاض اللي يكون على طول الروت يمتد على طول الروت من تباوع نا راح تشوف إنه أكثر بارز أو واضح من جهة آخر aspect بالنسبة للمaxillary K9 اللي هي الانسائزل aspect أو هي الاسبكت القاطعة بالنسبة لهذا السن مثل ما تشوفوها بالفقر إذن قياسات هذا السن ليبيو لنقول إنه هذا السن طبعا رسم توضيحي بسيط فقياسات هذا السن ليبيو لينجو ليبيو فتتكون أكبر من قياسات في حال كان نطع ليبيو الاسبكت ميزيو ديستلي إذن هيا تكون large هيا تكون أقل إذن ليبيو lingual dimension is greater than the ميزيو ديستل dimension the ridge of the labial loop is very noticeable labially إذن من تجي تباوع للسن labial راح تلاحظ أنه هاي الر ridge أو الارتفاع الخطي اللي صير بال labial loop بالجزء labial من هذا السن is very noticeable labially إذن very noticeable إذن من تجي تباوع للسن labial راح تلاحظ أنه رج صير على labial lube labial اللي هو جزء السن اللي صير باتجاه اللبس راح تلاحظ أنه أكو رج تكون noticeable يعني ملاحظة بشكل واضح with its greatest convexity of the cervical third وطبعا هذا الرج اللي صير بال labial loop راح يكون لها greatest convexity اللي هو تحد بشكل عظيم of the cervical third في منطقة cervical third إذن نباوع للسن راح تشوف هذا قمة التحدب وهذا التحدب العظيم اللي صير بهذا السن مثل ما تشوف هذا التحدب اللي هو greatest convexity اللي يمثل الرج اللي صير بال labial لو الرج صير بال labial لو تمام طبعا طبعا من تجي تباوع للسن انه قوس صغير بالنسبة للتحدب اللي صير بال labial رج اللي يكون قوس عظيم او كبير اذا من تجي تقارن السنجلم وي labial رج اللي ايضا نمسوية arc او arc قوس راح تلاحظ ان السنجلم هي قوس صغير بالنسبة للقوس اللي صير labial من فوق اذا السنجلم صير lingual وهذا ال arc اللي هاي الرج صير صير labial راح شوف انه هذا صغير اذا حتشينا عن الانسيزل اسبكت مال الماقزل الكينين وعرفنا انه labial lingual اكبر من المترجم دي من عرفنا ان الرج of the labial loop is very noticeable labial with the greatest convexity of the cervical third عرفنا ايضا ان السنجلم is well developed and makes a small arc when compared with labial outline which makes a large arc انه labial outline دي كون عندي قوس اكبر من القوس اللي تسوي السنجلم بالنسبة لل lingual outline or lingual aspect عندي التب ما للكاسب is labial to the center of the labial lingual اذا من تجي على التب ما للكاسب ما ل الكين ين اللاحظ ان هي صائرة labial بالنسبة لل center ما labial lingual خنجي لمثلكم انه هذا عندي هنا هاية هي الانسائز الاسبكت ما الكنان بشكل تقريبي دا ارسم مننا هذا الخط هذا الخط راح يمثلي قياسات labial lingual تمام وراح ارسم مننا خط راح يمثلي قياسات الميزيو distal dimension وعندي tip ما الكاسب فمن اجل القياسات labial lingual dimension فراح ألقى انه tip ما للكاسب صار labial يعني هنا تقريبا هنا انه هي اقرب الى جهة labial تمام من اكثر من جهة lingual ومن اجل القياسات الميزيو distal راح ألاحظ انه tip ما للكاسب صار mesial اكثر من distal اذا صار هنا تمام اذا ها نقول ان هاي جهة الميزيو وهي جهة distal وهي labial وهي lingual فمن اجل القياسات labial lingual راح اعرف انه tip صار labial ومن اجل labial هنا صار اقرب جهة labial ومن اجل mesial distal دائمين راح الاحظ انه tip ما للكاسب صار mesial يعني هذا باتجاه الميزيو اكثر من جهة distal هاي بالنسبة الاخر نقطة principally identifying features the mandibular canine is narrower mesial distal and labial lingual than the maxillary canine اذا عرفنا انه قياسات lower canine or mandibular canine تكون اقل واضيق mesial distally or labial lingual than the maxillary canine اذا هو بشكل عام اصغر the lingual service of the crown of the mandibular canine is shorter than that of the maxillary canine with less developed singlam and less prominent marginal ridges اذا 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 انتباوع ال lingual service ما الكرام ما للمندي canine يكون اصغر واقصر من maxillary canine وايضا حتى singlam تصير less developed يعني اقل تطور واقل بروز من اللي موجودة بالmaxillary canine وبالاضافة الى singlam فحتى marginal ridges ما للور canine تكون less prominent اقل بروز يعني مبارز مثل الموجودة بالmaxillary canine mandibular canine عندنا بعد ملاحظات تخص هاية الفرانس بين mandibular canine and manxillary canine بالبداية يقول the tip the tip is not in line with the center of the root اذا التب ما ل الكسب متى تصير على الخط مع center of the root اذا تجي تجي الخط من الكسب باتجاه center of the root فما راح تصير التب ما ل الكسب مع center مع الر root على خط واحد the mesial slope of the cusp is shorter than the distal slope اذا المesial slope مع الكسب يكون اقصر من الدستل لانه مثل ما ذكرنا بالمكزير كيناين عندنا الدستل لوب ما الكسب ما للكيناين يكون اطول من المesial لوب وبذلك راح يكون المesial slope اقصر من الدستل سلوب الدستل outline of the crown is more rounded than the mesial outline اذا عندك الدستل outline خط الدستل ما للكرون ما للكيناين يكون أكثر rounded يعني منحني بشكل أكثر من المesial outline يعني قد يكون المesial outline شارب أكثر من الدستل outline the mesial service of the crown is nearly straight with the mesial service of the root فتصفة مشتركة بين المesial surface of the crown وبين المesial surface of the root انهم تقريبا او بشكل تقريبي اثنين هم straight أو المesial surface of the crown they con straight مع المesial surface of the crown of the root العفو المesial surface of the crown يكون تقريبا straight مع المesial surface of the root with the contact area being near the mesial incisal angle let's resum here the crown this is a image of or it says that contact area where it in the mesial incisal angle let's say that this mesial aspect so it in mesial incisal angle with this angle mesial incisal angle I have like the angle what happened here is contact area mesial mesial angle but the distal contact area is located more incisally than the maxillary canine but from the distal it becomes more incisally closer to the incisal contact area closer to incisally from the distal compared to maxillary canine 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 canine